الرئيس صدام حسين الرئيس الخامس لجمهورية العراق حكم لحوالي 23 سنة وانتهى حكمه باحتلال امريكا للعراق في عام 2003 دخل صدام حرب مع ايران استمرت لمدة 8 سنين وقبل مرور الزكرة التانية لانتهاء الحرب مع ايران غزى صدام الكويت شاف البعض ان صدام حسين بطل عربي قوم شجاع قدر انه يوقف في وجه امريكا وان العراق ضوع بعد سقوط حكمه وشاف البعض الاخر انه في حكمه قيدة الحريات وقامت الكثير من حملات الاعتقال والقتل ومكن قريبهم من نظام الحكم ودخل في حروب قدت الى قتل الملايين العراقيين انا رايح عن طريق اللي هو البرنامج النفط مقابل العزاء كان من الفنة المؤمنة قبل ما اروح قلت لهم بقول لكم يا اولاد احنا راحين دا ولا بوليسية فخلي بالكم بلاش الكلام فائل ما تعطوش تهزاء ودعاف المصيين دول اصلهم ما يسيبوش حد في حالهم من انتخاض عندهم يعني الحقيقة قلت لهم فخلي بالكم ما قل له حاضر خلي السرحان بقى والتامر عن منعم والشبان دول ابص لقي بقى ايه وهم قعدين لك يا سلام على الرئيس صدام الحسين يا سلام دا حاجة جميلة وحاجة عظيمة اتنين قعدين مع بعض اتنين لوحدهم قلت لهم يا سلام على الرئيس صدام دا حاجة اللهم صلى دا حاجة ربنا يخليه رب واحد قعد لوحده قلت لهم مش كده مش اول كده حطى الدولة بداي كان طاغية وكان دكتاتور واستغل ثروة بلاده واستغل ثروة شعبه لكنك بكيت لما شفته في القفص انا؟ قالولي فك انا ما بكيتش على صدام انا بكيت على حال العرب مفيش فن أو فنان تلقيه مع الدكتاتورية أبدا ما بقاش فنان في حاجة الناس ما تعرفاش على أنور السادات انه كان راجل يعيش الواقع تعايش الواقع بصدق وأمانة حكاية ممدرة السلام دي دي حاجة كانت رئيسة دا في ذلك الوقت في المعطيات في الظروف في هذا الوقت الكواتين الأعظم يعني اتضمنوا سلامة إسرائيل الحاجة اللي بالنسبة له هو انه مش هيوصل بلده انه هي بشعارات قوية والأخير انه يخلص على بلده ما هديلك مثال حضرتك بما صدام حسين قائد عربي ووجه الغرب ووجه أمريكا وغازك كويت انتهي الى ايه؟ لا انا اقول احضرتك بس بس انا بأس تعليقه لما سألت احضرتك بسرطة العرب ده ما حصل شيء على مطلقه في مصر انا اقول لك حدثة حصلت قريب في انتخابات مجلس شعب استاذ عماد رشح نفسه لمجلس شعب وكان حطت يفطى من اجل رفع الحصار للعراق اعلى اصوات او نسبة اصوات خدها عماد الجلدة في مجلس شعب شعب المصري مش محتاج اثبات لسبب واحد شعب مصري اصيل الوقت السيادة الرئيس احنا نعلم او الراجل بتاع الفول اللي بيع في فول فحارة يعلم عشقك لمصر عشان كده بس انا عايز اقول حاجة مفيدة شوية في هذه الجلسة او نفسي انا احصلها فيه واجب زعام عليك او مطلوب منك انك تقرب اكتر محتاجينك تقرب اكتر لوعي الناس مش بس في مصر انا سافرته في عواصم كثيرة وحسيت هذا النب احنا محتاجين حالك تقرب اكتر ما عروفش ازاي انا ما اتكلمش بسياسة انما احنا محتاجين انك تقرب اكتر لحب الناس فيك الله يخليك انا بطلطي في اني لازم اقف مع شعب العلاق ايا كان من يحكمه ان من يحكمه كانوا كل العالم يقبلوا واحتضنوا ويقابلوا ويعاملوا باحترام طبعا بعد ما اتابض عليه كلهم شتموا وهذا نوع من انواع الجبن الحقيقي لان رأيهم فيه لما كان حاكم مختلف عن رأيهم فيه بعد ما اتابض عليه وانا رأيه في صدام قبل ما ماته وبعد ما ماته هو واحد انا احترم هذا الرجل بصرف النظر عن سوقاته وجرائمه في شعبه وشعبه حزبه عليها ولكن هو كان صمام امان لكي لا يدخل العدل الامريكان هم عايزين يتهموا بانه هو اللي دخل الامريكان لا اراك هتتاخد هتتاخد بدل من النيل للفراطي بقى من الفراط للنيل اسهم ياخ عكس الناس كتير ما يفهمه انه كان دمه ويوه خاتل لقيته مرة فجأة واحنا عاديين معاه الرئيس واسامة الباز قام يعدل السطارة ويجيبها كده ايه قال أصل الشمس جايه على الدكتور اسامة فقام دايقاه في البساطة وقام في مرة الرئيس مبارك بقول لي انت كالت بطيخ يا مصطفى عارف ان انا بحب البطيخ شوية فقام هو شال الطبق وقال الدكتور يا بغى بطيخ هو لما قام قامت العراق كلها الناحية بتاعته كلها تسع مسؤولين كبار يعني كان الفضلي شوية والتم الخضة هذه البساطة لا تتخيل انه يقتل ويعدم ويعمل الاخره ولكن مشهد اعدامه يدل على شجاعة منقطعة النظيم موجيته للموت شي خرافي شوف لما قدت تقعد معاه مفكر هادئ ما تتصورش انه ده بقتل بايده أبدا ولا ده بيحضر حفلات اعدام ليوسف فدريس بيحكيه لي رايح له مرة طلبوه فراح له هناك فراح إلى الاصر قال له لا عنده مش في الاصر ده عنده وجبة وجبة خدورة على تبة درب نار وصمع تاخ 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 غابره ومع ساعة كده قال له اهلا يوسف وباسه وقال له معلش كان عندنا كان موات خسيس خلصنا منهم كان بيعدم 17 واحد يومين بقى بيحضر المشهد ويوم بيضرب واحد بقى بيضرب اول طلع هنا اول طلع هنا فيوسف فدريس قال له ده انا عامل عملية قلب حرام عليك يا صدار كنت هموت ازاي تعمل فيه كده عادية حق صار كمان هلالتريند اخر شي كانت صورتك مع حفيد الصدار محسان في ناس كتير هاجموا هيدا انه انت حطيتها عندك على سفر والله انا ما بحبش هتكلم في الامور السياسية ولكن الامور الانسانية دي حاجة تخصني لوحدي فمعارفي واصدقائي وصدقاتي ورؤيي نظرتي في البناء في الانسان ما لهاش اي علاقة بالامور السياسية انا ما ليش دعوة بتوجهاتك انا ليه دعوة بالشخص نفسه بس اعمل العراق لحياتي للشعب العراق الغالي الرجالة عبايدي والناسي والأساطير بلد صدام الغالي سوالكن كلمة واحدة رح توسط شخصية صدام السياس أسد قوي ايماني شخصية موسيرة للجدل يعني ده اللي ايماني وكلما كانت بعيدة عن شخصيتي كلما بيمتعني أكتر انا قلتلك ها صدام حسين الراجل عنيف جدا صدام حسين شخصية انا شايف انها يعني مهتاجة ناعدة الدرس الساشنو كان طالب هنا في الجامعة موسيقى موسيقى وكان ليه التصرفات هنا معروفة شهزة جدا كان عنيف جدا عنيف شخصية عنيفة جدا يهمني او ان انا اتكلم الشخصيات الجريبة دي هي اللي بتبقى موسيرة كان ممثل انا مش معجب موسيقى واكيدة هتنجع فيها طب لا يعني الشخصية عنيفة جدا وكان عنيف جدا لما كان طالب هنا وعنى معروفة عنهم وعسام بوليس وكدا او ماذا ماذا صدام حسين صدام حسين انا يعني تسر على ايران كان في حرب مع ايران السفير خد كل فنانين مصر وداهم يعملوا حفلات في انحاء العراق وقابلت في نادي الجزيرة قال لي لا 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 انت تسافر وتروح مين معاك؟ قلت له ما عرفش قال لي تاخد صباح قلت له يا ريت حبيبتي فالمهم انا وصباح سافرنا على العراق وعملنا حفلة قدام صدام حسين ده بالاختصار الشديد يعني بعد ما خلصنا ندهونا عشان نسلم على الزعيم ففجئت بقى بصدام حسين اولا قلت للرجل اللي تكلمني قلت له انا عايز اعمل حديث معاه قال لي لما نطلع فوق في البنوار اللي هو قاعد فيه فلما طالع انا فوق فجئت بعملاق في الطول وانا قسم جنبه يعني طبعا سلم على صباح واق وسب صباح بقى للستات وجي رحتت يده عليا كده وقال لي انا عيشت في مصر كتير بلهجة مصرية قول لي اخر نكتة ايه حبيبي انا بصص للمرعب ده للمرعب ان افتكر نكتة عشان اقولها له مفيش على بالي حاجة يعني قلت له والله انا بس عايز اعمل حديث مع حضرتك عشر دقايق قال لي هكلمك على ميدان الدقي اللي كنت باعد فيه اشرب الشيشة واسمع الكلام الحلو اللي بيتقال من المصريين انتو بلدكو بلد حلوة كان حديث ما بنسهوش ابدا وبعدين كفاية صدام حسين راجل كفاية هو رايح ساحة الاعدام بيقول تحيا فلسطين ويحيا العراق وتحيا الامة العربية احنا عزين دكورة في الزمن ده احنا عزين رجالة يقولوا لا لامريكا انت النهاردة واحد زي صدام حسين بهذه الرباطة واجأش وبعدين كان ممكن يهرب والله العظيم انا بروح ايقابل اولاده برا ولا بشوف اسرته والله ملاقيين يكلوا لا فلوس برا ولا عمل لنفسه جاه وسلطانه وحط فلوس فسيسرة ولا ساب البلد ويجري كان ممكن يجري ويطلع لكن فضل حتى اللحظة الاخيرة يقاوم لانه توعد الامريكان بانهم سينتحرون على اسوار بغداد وبينتحروا الغد محكمة نوارد لك معارف شهيرة اهماك كثيرة جدا استاذ مصطفى يعني انا يعني يعني دايما ورا صحيفة الاسبوع انك مسنود من جهات عربية او يا امي هو انت لما تاخد موقف تبقى مسنود من جهات عربية انا عصد حسين قلبا وقالبا وقلتها ايه ونشروا اسماء كل الناس اللي خدوا بقى مش عارف ايش ايه تجارة ايه ونفط ايه انا مطلحش اسمي ليه بقى لو عندهم حاجة يطلعوا علي هل صدام حسين كان ديمقراطي؟ يعني ايه ديمقراطي ما هو مفهوم الديمقراطية كان حاكم وطني وصاين بلده النهاردة بلده مليون ومتين الف تقتلوا وتمانية مليون مشردين وبلد بيتمزق الى اجزاء النهاردة اللي يستحق المحاكمة وجود تبوش اياما كان موجود صدام حسين برضو في فضايا داخل العراق وكانش بيعلن عنه دي بقى كانت الدعاية الغربية طب انت انا بسألك سؤال العراق النهاردة ولا العراق زمن صدام حسين؟ لا ولده ولده انا بينه وبينك لده ولده انا بتكلم على بلد بيتمزق وناس بتموت انا ارجوك ان تسأل اي عراق دلوقتي قوله بلدك ان يا اخي داللي كانوا بيعارضوا صدام حسين بيتحصروا على زمن صدام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة